بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا كان هذا الإنسان قد وجد في هذه البسيطة انطلاقا من إرادة عظيمة هي إرادة الله عز وجل كما مر معنا آنفا فيا ترى ما طبيعة العلاقة التي يمكن أن تجمع بين هذا الإنسان بضعفه وهذا الإله والرب بعظمته هل تراها علاقة الخوف والترقب أم هي علاقة تبنى على طمع في جنة أو خوف من نار أم أن العلاقة أعمق أكبر من ذلك بما يحرر الإنسان من كل ما يمكن أن يتعبد له في هذه الحياة الحقيقة أننا عندما نقلب صفحات القرآن ونريد أن نبحث عن العبد المراد لله عز وجل نجد الله عز وجل في آية جميلة عندما يبين لنا الصفوة المختارة من عباده يصفهم بهذه الآية التي تحدد المعالم الأساسية في علاقة العبد بالله فيقول عز من قائل فسيأتي الله انظروا معي إلى معنى الاستفاء والاختيار بقوم ما صفتهم ما طبيعتهم يحبهم ويحبونه أجل إنها علاقة من الحب العظيم بين الله وبين عبده فالله عز وجل قبل أن يكلفنا إنما اختارنا لحب بينه وبيننا وقد جعل حبه سابقا على حب العباد له ولكي نزيد هذا المعنى وضوحا نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخبرنا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل إنها منادات من الرب سبحانه وتعالى على أعظم ملائكته بنداء علوي رقراق يقول الله عز وجل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل حتى إذا أحبه جبريل نادى في أهل السماء من الملائكة المقربين يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فإذا أحبه أهل السماء نادوا في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض وانظروا معي إلى هذه العلاقة العامرة وكيف أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أبدى محبته لأهل سماواته وأهل أرضه وحقيق بالعبد الذي يستوعب هذه الأمور أن ينطلق في صلة عامرة بالله من خلال هذا المدرج ألا وهو مدرج الحب وإذا أردنا أن نزيد الأمر تقصيا فإننا قد نتأمل في بعض الأحاديت النبوية التي تربط لنا توابى العبد من خلال إتيان بعض الأعمال ولكن النظرة المتفحصة لهذه الأعمال يجدها أعمالا هيينة بسيطة لا يمكن أن تصعب على المكلف أو أنترقه من قبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم عرفات غفر الله عز وجل له سنة ماضية وسنة قادمة والحقيقة أن صام يوم واحد ليست بالأمر العسير ولكن الله لأنه يحب هذا العبد جعل له أجرا عظيما على صيام يوم بسيط وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا الأمر بما لا يدع مجال للشك فيقول من قال حين يصبح سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت له دنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وانظروا معي إلى هذه الكلمات الخفيفة التي لن تكلف العبد أكثر من الدقيقة أو الدقيقتين وكيف أنه بهاته الدقيقتين يمكن أن يتحصل على هذا التواب العظيم الذي هو مغفرة الله عز وجل بل إن نصوص الوحي تتواتر لتزيد هذا المعنى بيانا ففي صورة الفرقان عندما أراد الله عز وجل أن يحدث عن عباد الرحمن وعندما نقول عباد الرحمن أي إنها نسبة إلى الله عز وجل يعني هؤلاء هم أناس لهم نسب إلى الله عز وجل لما ذكر لنا صفاتهم الإيجابية من قبيل الصدقات والصلاة بالليل ذكر لنا مجموعة من الصفات السلبية التي لا يمكن لعباد الرحمن أن يتلبسوا بها من قبيل قول الحق سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الذي هو الشرك والذي هو الدم الذي لا يغفر الله عز وجل هذه جملة أفعال يمكن أن تجني على العبد في علاقته بالله عز وجل ونحن البشر بطبيعتنا القاصرة قد ننظر إلى الأناس الذين يأتون هذه الأفعال نظرة دونيتين ونظرة احتقار ولكن ننظر معي إلى الله عز وجل الذي يحب هذا العبد والذي ما خلقه إلا ليكرمه يقول الله عز وجل عندما ذكر هذه الصفات وانتهى على فعل الزين الشنيع قال ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم بعد أن ذكر كل هذه الأمور قال عز من قائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أي الذي أشرأك وقتل وزن إذا هو تاب وعاد وآب إلى ربه ما يكون توابه أم اغفرة الدنوب لا يقول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عين الدنوب تحولت إلى أجر وتواب لذلك ورضى في الأطر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عبدا يأتي يوم القيامة فيعرض الله عز وجل عليه صغائر دنوبه فإذا بهذه الدنوب تتحول إلى حسنات فيفرح ويطالب الله عز وجل بأن يكشف له سجل السيئات التي حجبت عنه لما رأى أن السيئات تتحول إلى حسنات والسر في كل هذه الأفضال الربانية إنما هو هذا الأمر أن الله عز وجل خلقنا وهو يحبنا وكل صانع لشيء يحبه والله هو الذي صنع هذا الإنسان لذلك فهو يحبه والله ما فرض عليه الطاعات وما حرم عليه الدنوب والمعصية إلا لأن الله عز وجل يريد لهذا الإنسان الخير كل الخير للأسف الشديد فقد تربينا على يد أسرنا وفي مدارسنا على أن العلاقة بيننا وبين هذا الله عز وجل هي علاقة عذاب وعقاب حتى أن الأمة إذا أرادت أن تتوعد ابنها تحضره من غضب الله ومن ناره ولكن الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يشرح لنا طبيعة العلاقة يدخل لنا من مدخل آخر ولن نجد أجل ولا أجمل من هذا الحديث القدسي الذي يجمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه طبيعة العلاقة فيقول على لسان الله عز وجل في الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد سواي أرزق ويشكر غيري خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بدنوبهم وهم أفقر ما يكونون إلي أهل ذكري أهل مجالستي أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي وهي رسالة لمن يقنطون العصوات من رحمة الله فهذا الله الخالق هو الذي يتحدث عن أهل معصيته قمين بهم أن يغفر لهم قال إن تابوا إلي فأنا حبيبهم من أعرض عني ناديته من قريب ومن أتاني تلقيته من بعيد ألك رب سواي لا إله إلا الله إنه هذا الرب الرحيم المحب لهذا الإنسان الذي ما خلقه إلا لكي يكرمه فأصل العلاقة بيننا وبين الله هي علاقة حب عظيمة 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 لذلك يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا أي حبيب الرحمن المتقرب إليه بالطاعات من عاد لي وليا فقد آدمته بالحرب حرب من الله الملك على من يعاد العبد الفقير قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه فالقرب لله عز وجل لا يحتاج إلى كثير عمل إنما هي فرائض بسيطة وربما أن العلم الحديث بما تطور يثبت لنا أن الإنسان بإتيانه لهذه الفرائض الإسلامية إنما يحقق لنفسه السعادة في الدنيا قبل الفوز في الآخرة ففي كل حركة من حركات الصلاة أو فعل للزكاة أو صيام أو حج من الفوائد النفسية والصحية ما يعجز عن وصفه الأطباء والعلماء لذلك قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي زيادة الخير من خلال مجموعة من القربات حتى أحبه حتى أحبه انظروا إلى هذه الأحاديث كلها تدور في فلك الحب وما أحوج الإنسانية اليوم إلى هذا المعنى معنى الحب الذي من خلاله يمكن للإنسان أن يتجاوز الحروب والمشاحنات وكل شيء هذه علاقة العبد بالله فما بالكم بعلاقة العبد بالعبد قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه عندما يحبك الله هل يبقى الأمر هكذا كما نفعل نحن يدعي أحدنا حب الله عز وجل ثم ويتكاثل عن أبسط الأمور قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه انظروا إلى هذه العلاقة العظيمة بين العبد وبين الله عز وجل ونكتة قل أن ينتبه للناس كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله قد ننتبه فيها إلى الجدالات الكلامية التي جرت على المسلمين الويلات ولكن قل أن ننتبه إلى معنى لطيف في اسم الله فالله من الولى والولى هو معنى دقيق في الحب لذلك قيل أن الفصيل إذا فطم عن أمه أي ابن الناقة أصدر صوتاً ورغاءاً من أنحنين إلى أمه فيقال عن هذا الفصيل أله الفصيل أي أنه أصدر صوتاً من الشوق والحب إلى أمه وكذلك اسم الله يضم بين جنبات هذا المعنى الدقيق الذي هو معنى التوله بالله والحب لله انطلاقاً من الحب الأصلي الذي هو من الله إلى هذا العبد فنتمنى من الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته ومحبته وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل دامت لكم السعادة والأفراح وكل لحظة وأنتم من الله أقرب اشتركوا في القناة